السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي المشاهدين في حلقة بتتجدد اسبوعيا من برنامجكم ملخص الكلام ملخص الكلام زي ما عودناكو هو برنامج موجود وسيظل موجود ان شاء الله في ظهر كل حد نجح ملخص الكلام هو البرنامج اللي بيكون دايما في ظهر الشباب هو البرنامج اللي هو ماشي ولا كلام سيارة رئيس الجمهورية زي ما قال السيد الرئيسة عبفتح السيسي الشباب 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 احنا برضو بنقول نفس الكلام قناة الحدث بتناشد كل المواطنين ان اي شاب ناجح يتوجه لقناة الحدث نهاردة قناة الحدث عمل الدعوة لحد من الشباب الناجح جدا في مجاله عمل الدعوة والشخص ده قبلها مننا وقبل ان هو يكون معنا النهاردة في الستوديو ويشرفنا داخل قناة الحدث يشرفنا عشان خاطر بجد ان احنا نقدره قدام الشعب المصري كله ونقدر ان احنا نبرز رمز من الرموز اللي المفروض يحتزع بيها من كل الشباب اللي في سنه النهاردة معنا وحضراتكم الدكتورة رانيا السيد عبدالعليم هي دكتورة واستشارة للعلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة نهارت الدينية كلها نهارت الدينية كلها مجال حضرتك في كلام كتير واستفسارات عايزة حلقات وحلقات بان احنا نوضح نقط معينة انا نفسي كانت غيب علي يعني لما قالوا لي انو حضرتك معينا قلنا نتكلم في العلاج الطبيعي وكده لقيتهم لا عاملين سرش على حضرتك بالعوكي ومتخصصة في موضوع مهم جدا اللي هي علاج المهبل وانو المهبل لارتخاء العضلات اللي فيه يعني انا كان عن نفسي مش فاهمة اي علاقتها بالمخ والاعصاب والعلاج الطبيعي ولقينا في اسئلة كتير جدا وناس ياما عندها الموضوع ده ومحترفيه عرفتنا بقى الاختلاف عننا عن الناس العادية ازاي طبعا اشتركوا قبل ما تتكلم الدكتورة رانيا انا عايزة اعرف برضو استاذ المشاهدين حاجة تانية كنا بنتناقش فيها انا ودكتورة رانيا قبل ما تدخل الحلقة الدكتورة رانيا تم تكرمها من دولة السودان وتم تكرمها داخل مصر من الدكتور مجدي يعقوب شخصيا طبعا هي حاجة تشرف كل المصريين وتشرف اهلها اه وتشرف كل الناس اللي تعرف الدكتورة رانيا الدكتورة رانيا هي رئيسة قسم اه بمستشفى الاصر العيني طبعا مستشفى الاصر العيني اه هي من اكبر مستشفىات الجامعية اه وهي مش اي حد بيكون فيها ناجح او مش بيكون فيها اي حد اه واصل اعتقد بصغر رئيسة قسم اه طبعا اه طبعا لاصلنا النهارة جدا وصلت للنجاحات دي اه دكتورة رانيا اعتلي ان علاج المخ والعصاب هو تطور حاليا اه وبقى اه مرتبط بالعلاد الطبيعي يعني ايه يعني النهاردة احنا حيني هتلاقوا اختلاف شوية في الحلقة اه بمعنى الدكتورة رانيا هتتكلم في حاجات خاصة بالنساء والولادة ده للمشاهد اللي هيسمحها هو هيتخاني انها خاصة بالنساء والولادة ولكن الدكتورة رانيا زي ما هتشرح لحضراتكم ان الحاجات اللي خاصة بالنساء والولادة هي فيها عضلات فهو كل جزء فيها عضلة داخل الجسم هو تخصص مخ وعصاب علاق طبيعي الامراض المخ والعصاب عايزين بقى حضرك توضحي للناس كده هور بالراحة وبهدر يعني ليه اخترت التخصص الصعب ده الاول وبعدك اتكلمينا بقى داخل في الاسئلة بتاعتنا تاني اخترت التخصص ده لان انا من الناس اللي يعني ايه بحب الاقي يعني اتشيفر يعني بحب الاقي نتيجة لشغلي يعني انا اول ما تعينت في الاسر ليني كنت باشتغل طبعا ليه الشرف ان انا اقول ان اشتغل طبعا لدكتور حسام ويفي ده ان هو حد علامة وهو من الناس من اول الناس اللي تنبقتي على فكرة بمستقبل يعني في المجال ده وطلب مني ان يعملي قوضة جوا الوحدة التالت اللي هي بتاعت الابعاية ويعملي عليك طبيعي ويجبني معيه وكده لان هو متنبق لي وقالي العرض ده هعرضه وعليك مش عرضه على حد تاني بس فانا ساعتها قلت ايه انا مش عايزة ابقى في مكان اي سيو لانه العينين ايه بيقود دايما في حالة حارجة وكده انا عايزة ابقى في تخصص يعني ايه كان هيبقى التخصص ده امراد اللي هي الحالات الحارجة يعني بتاع الحالات الحارجة والتخصص يعني ايه مختلف شوية فانا ساعتها قلت لا انا اختار تخصص العلاج الطويلة امراد المخ والعصاب يعني انا من الناس اللي بحب اشوف العيان بتاعي مش مش في مرحلة اخيرة لان بحب اشوف العيان بتاعي ايه كانت حالته صعبة بيتحسن بحب اشوف عيان مشهول ام والناس لو دخلت عصاب حتى تعطي دكتور ري السيد عبدالعليم اه عن يوتيوب هتشوف العيانين عندهم اصابات مخاع شوكي وديك تدخص علاقة من الان دكتور راني احنا هنستخذن حضرات معالي الشنس فهنطلع فاصل و هنرجع تاني استرد المشاهدين رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وهنكمل كلمنا مع الدكتورة رانيا السيد عبدالعليم اه في اللي كانت بتكلمنا فيه وارجو من كل ست بيت وكل ست مصرية ان هي تركز جدا معنا في الحلقة ديت عشان خاطر تقدر تستفيد بمعلومة او تقدر تستفيد بحاجة جديدة هي اول مرة هتعرفها تفضلي دكتور اه كنا بتكلم لي انا اخترت التخصص ده لان انا بحب يعني هو كان تخصص على فكرة صعبة جدا و انا كمان اخترت حاجات صعبة في يعني زي ما بقولك بحب اشوف عيان مشلول يقوم عليك تلتهاب الاعصاب الترفية وبالفضل ربنا حاملونا ناس كتيرا من الهاتف دخلت في علاج التشنج المهبلي وارتخاء عدلات المهبل اللي احنا هنتكلم عليه من قول ده دخلت بقى في حاجات يعني ايه العلاج التباول لا ارادي بدأت اختار كمان الحاجات الصعبة اللي مش منتشر علاجها في مطر اللي كان الناس بيضطروا يسافروا بره علشان يعني عشان يعالجوه فكانت خسروا الصعب بس كان يعني فيه تحدي بالناس بالي اني اعالج ناس كتير ما كناش عارفين نعالجوه كلمينا في واجالة معالش يا رب الله ناسف كلمينا في واجالة عن التكريمات اللي حضرتك اتكرمت يا عايزين اني كمثال للشباب اللي انت ديبت الحمدالله انا عالجت ناس من السودان وكان فيه بنوتة جات لي عندها شلل بارابليجيا شلل فريكليها الاتنين وكانت موت تتحركش خالص وفقديني الامل وكان بقى لها سنتين ومحدش عارف يعالجها لفوا بيها عند حيطة كتير واماكن كتير وجات عندي بفضل ربنا الحمدالله البنت دي يعني الحمدالله مشيت ودخلت كلها الطب فجابولي يعني الحمدالله تكريم مساعتها من الدولة نفسها من دولة السودان وكده وكرموني لانهما يعني البنت دي كانت نمتها جايلي بتقولي انا مش عايزة حزا مني يجري انها تدخل الحمام فهي قامت ومشيت ورحت الكلية ودخلت طب الجميع دي حاجة مصر كلها تفخر بيها مش السودان بس دفع من التكريم اللي انا بعتصر بيه اوي وشرف وسامع مسادري طوعا من دكتور مجزي عقوب من حبيب الملايين الراجل ده قد اي جميل هو يجي بنفسه لحد عندي العيادة ويكرمني ويعملي فيديو يصورني ويصور معي الحالة كانت برضو بنوته هوا كان عملها عملية 8 ساعات والبنوته ازي كان عند 10 الربعين وانتيجة اصابة في المخ وهي مولودة بيها مع اصابة في القلب مولودة بيها وهو كان قلقان جدا ان هي محتاجة علاقة طبيعية مكسف 6 ساعات في اليوم انا كنت بعمل هنا من 6 ال8 ساعات كل يوم مع ان هي عملية كبيرة ومركبة بيسميكر يعني ازاي هدو ضيف دانتي هتعملي مواجزة لو وقفتها طبعا جالي بتحبيم ورجلي قديها الاتنين مش شغالين ورجليها مش شغالين الحمدلله مشيت وبتمشت بأيديها وكانت كويسة جيدة فجالي وصور للناس لان الحالة دي بنسباله كانت التشلنج لانهم كانوش عايزين يعملوها جوه مصر هو قال لهم هتعمل عرية القلب في مصر واللي هعملها لعلاج الطبيعي دكتور مصري ووقع اختياره علي والحمدلله الحمدلله يعني يعني ربنا الحمدلله يجعني دائما عند حسنة زي من الناس جميع كنت عند حسنة زي منه وكان عايزي يقول لهم يعني يرساله انه مصر واللي ده وبعد زيديو بره بالموضوع ده بره طح يا مصر طح طح يا مصر احنا عندناك وادر كتير جدا في مصر شطرة وبتكتهد وبتكبر محتاجين نحنا ندعمهم فعلا ونزهر ده دكتور بعد اذنك عايزين نعرف ايه علاقة ارتخاء عضلات المهبل بسقوط الرحم وهل ليها علاقة في العلاقة الزوجية بين الراجل وزوجته؟ يعني ايه الاول ارتخاء في عضلات المهبل ده بيبقى ارتخاء ضعف في عضلات قاع الخط قدر الى سقوط الجدار الاماني او الخلفي للمهبل يبقى مشكلة ارتخاء المهبل هنا من التعريف بتاعها بقت ايه؟ بقت عضلات مش امراض نص زي ما الناس فهمها طبعا وده السعوبة ان الناس تتعليج من المشكلة ده هل ده ليه تأثير على العلاقة الزوجية؟ اه طبعا ليه تأثير على العلاقة الزوجية بيبقى ليه مشاكل كتيرة من ضمنها العلاقة الزوجية عزيني يفهم الناس ان جودوا عليجوا بيبقى عندنا في 3 ايام بس 3 ايام؟ 3 ايام موضوع عز بتفضل فيه وقت طول جيدا في سنين وبيوصل سقوط راحه بس 3 ايام بشارط تجيلي قبل ما يراحن يخرج بره المهبل لو راحن خرج بره المهبل خالص حتى لو خرج خروج جزئي الحمده الله عليكت حالات والحالات دي الحمده الله كانوا خلاص مش فقدوا العمل ان هم يخلفوا لا اتعالجوا وخلفوا براحة ولا علاك طب ايه بقى؟ بالجلسيات 3 جلسيات واصع بالحالات بتحتاج كرسين يعني 3 زيارات ومعاهم 3 زيارات تانية يعني نوطة عين كل ما جيتس يبدري كل ما مهتاك كانت اسرع واحسن ايه بيجي ايه بيجي من ايه واسبابه ايه بيجي ممكن الناس اللي عندهم امساك مزمن يحصل لهم ارتخاء في المهبل في عدلات المهبل وبعدين يؤدي مع الوقت لسقوط الرحم بس طبعا احنا عايزين نوجه الناس ان هم احنا عايزين نرحق الموضوع قبل ما يبقى في سقوط في الرحم ايه بيجي من نشير حاجات تقيلة بيجي من سنة البطن ممكن تعمل بعد الولادات المتكررة ولادة متعسرة حتى لو ولادة واحدة بس كانت متعسرة فعمل انهيار سقوط للجدار الاماني او الخلفي او اللي تين مع بعض بتاع المهبل الايجاد المتكرر لأ لو هو في وقت بجري مش مش سببك لا بيجانين مش كبير مش كبير لا ميبقى السببك الا طبعا لو فيه بتزود الانتراسيكالبراشر عن طريق الحزق وكده لا يعمل كده او ممكن يعمل كده على حسب الايجاد حصل ازاي الاعراض للعيانة بتحس بيها بتحس انه فيه ناس بيبدأوا يحسوا الاول كأنه فيه هوا في المكان ان المكان راتب طول الوقت اصوات ممكن تسمع اصوات زيادة الافراسات المهبلية دي من الحاجات اللي هما بيحسوها جدا سقوط جزء من الرحم تبدأ تحس انه هي فيه جزء من الرحم سقط داخل قناتها المهبل تقل من مكان الرحم تقولك انا حسك انه فيه كورة او حاجة هتقع مني تحسها كده تحسك تقل اه تقول انا حسك فيه كورة فيه تقل انه هي مش حسة بحاجة ولا هو حسس بحاجة العدلة مش مش قابدة على القديب والقديب بيتحرك لاعلى او لاسفل هيلاقوا ان المكان بقى واسع وممكن يبقى فيه اصوات او هوا اثناء العلاقة او زي ما انا زيادة الافراسات المهبلية اثناء العلاقة الحميمية فيبدأ فيه شكوى انه انه هما مش مبسوطين في العلاقة الحميمية اللي ما بينهم وما بين بعض فبرضو ده بيأثر على البيت كمان على البيت نفسه يعني اه وطبعا لو هي في سن انجاب ممكن يؤثر على قدرتها على الانجاب ولو هي في سن كبير ممكن تبع ورده جدا انه يحصل السلس البولي تقولي انا ما بالحقش ادخل الحميم يا دكتور اه ممكن تظهر الحالة بالسن يا دكتور السن بس بيدخلها في سلس بولي وسترس ان كنت نستعتص او تقوح بيبقى عندها مشكلة السلس البولي اكتر وبيبقى عندها برضو هي استلم مع زوجها او كده في علاقة بيبقى عندها برضو مشكلة في العلاقة وزي ما بقولك حاسة بتقل وواجع العلاق زي ما قلنا بيبقى سهلي جدا في خلال 3 ايام بنعمل تقوية وزيادة للدورة الدموية بشكل معين لمنطقة المهبل تقوية العضلات القوية الحوض الاول وعضلات الحوض بشكل عين وعضلات المهبل بيبقى جلستين في اليوم وفي 3 ايام جلسة على الكل الحالة الوحيدة بتحتاج جراحة او لا تقوية الحالة الوحيدة بتحتاج جراحة اللي انا برفضها لما بسجيني لما لاقي الراحة من كله وخرج بره المهبل الحالة دي بتبقى الحالة متأخرة جدا بتبقى محتاجة خلاص جراحة استرسل حضرتك احنا معنا مدخلات كتير بس بنعتذر لكم عشان نستفيد باقدر قدر من المعلومات وفيه ارقام دكتور رانيا على الشاشة تقدروا تتواصلوا معها اي وقت طول ايام الاسبوع بس فبقى اقولك هل جراحة انا لو يرحم خرج طب قبلك ده فيه جراحة الجراحة في الوقت ده بتبقى مؤلمة جدا يعني شفت الناس عملوا جراحة بعد ما يعني بعد الالام البشعة اللي بتشوفها في العلاقة كمان بعدها العضلة تانية لان العضلة فيها ارتخاف بتركع العضلات تانية ترتاخي يعني بنيبوا عمل العملية ويحتاجوا تانية اول عضلات لان العملية مش بتقوي عضلات هذا ده كمان بيعمل حالة نفسية صعبة جدا يعني طبعا حالة عالية للزوج والزوجة حالة نفسية مش لطيفة في البيت وحالة نفسية ليها هي ان هي حاسة ان هي مش مستريع فطبعا ان هي ترحق نفسها وتتعالج في الوقت ده بيبقى افضل بكتير ومن ديها طبعا شوية التعلينات اللي هي طبعا لو فيه امساك بنمنع الامساك عن طريق ان هي بتاخد ملينات او اللبوس جلسرين او كده ان من ديها الحز ان من ديها جمع بول فترة طويلة في المسانا ومن ديها شوية تعليمات وشوية برضو انواع تمارين معينة تمشي عليها بتنتهي المشكلة تماما بتنتهي المشكلة بمضاعفاتها بكل حاجة بمضاعفاتها بكل حاجة مش بيسيب اثر يعني اقصف المضاعفات اللي جت عليها مش بتسببها طبعا هي طبعا مضاعفاتها انه ان ان انت لو سبسي الموضوع الرحم هيخرج برية خالص بس ويحصل سقوت كامل الرحم هيبقى فيه مشاكل في العلاقة الزوجية هيبقى فيه ثلاث بولي فتدي المضاعفات اللي ممكن تحصل لها فطبعا انا لا هي بتحس بتحسن يعني انا كان فيه حد حالة من الحالات بتقولي يا دكتور انا مش عارفة صلي مش عارفة نفسي اصلي يعني تيجي تسجد تيجي اعتوتي بس يقوم نازل منها البولي الحمد لله مش عاكم في العضل هاي العضل هاي مش متحكمة فيها اه وكانت الحالة دي كمان من الحالات اللي انا بحب اسكول انا كمان كانت سنها كبير وقلت لها لا احنا غالبا هنحتاج ناخد كورسين نعمل ثلاث ايام نعمل ثلاث ايام نعمل ثلاث ايام تأمين حتى لكورسين يا دكتور رامان اما في الاخر ستة ايام بالضبط الناس بتتعالج سنين في الموضوع ده بيبسروش رجالة سنين بيتجهوا للنسا والولادة او الاجراحات النسا والولادة وكده ومتبقى نتبقى بيبسروش عارفينه موضوع عدلات ده اللي احنا جايين بردو نفهمه للناس بيبسروش فاهمينه انه تقص عدلات وسبحان الله مثلا الحالة دي الحمد لله لا اتحسنت وبعد اول كورس خالص والحمد لله يعني عادت تدقية ايه مش مصدق انا صنيت انا دنيا تماما انا متحكمة تماما في البول انا الحمد لله يعني ايه حياتها اختلفت خالص للجاية عاية تعيزة صاللي الدكتور رقراني احنا احنا عرفه عندها حضرتك في العيادة في جهاز متوجد عندها حضرتك اللي علاج الامراض ديت هو الجهاز من الاتحاد الاوروبي يا اوه لأ هو الجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي بنجيبه من الاتحاد الاوروبي هو فيه using phytob olmuş اللي هو عكس اللي احنا بيبثل فيه ده بيبقى عندهم صعوبة في 1.0 بالعلاقة النتيجة من العضلات متشنجة وبيبقى عندنا بروب تانية لارتخاء عضلات المهبل هو داي بس مخصوص بالمشكلة دي العضلات المهبل سواء بالارتخاء او بالتشنج المهبل المنع لهم ده مبتعات المهندسين ولا عيادة المانية ليدكتور هو المفروض يعني دهو حلان في عيادة المهندسيين ودروقتي يعني مفروض ان هو جاي في خلال شهرين ثلاثة يبقى عندنا في عيادة المانية الدكتور رانيا عند عيادتين اللهم على حسن دكتور ايه التعليمات اللي نقولها للسيدات يعني انا كسيدة ما عنديش الاعراض دي وكل حاجة بس ايه الحاجات اللي تلاشاها منعا من انه يجيلي ارتخال طبعا اول حاجة هقولك انا حمل الحاجات التقيلة يعني اي حدا في وقت قطت ما تشلهاش اه 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 انا تخلص من سمنة البطن بزيك انا من الاماكن اللي بتعمل تحميل على منطقة الحود وعلى منطقة المهبل فنتخلص من سمنة البطن دايما وطبعا دي بنسميها السنترال اوزتي بتدخلنا في مشاكل كتير زي السكر وتأثر على القلب وتأثر في حاجات كتيرة جدا فطبعا متخلص من سمنة البطن لو عندنا امساك نتعليج منه بنبقى فاهمين ان ايه حاجة بسيطة الامساك ده سبقى من امساك جدا لا امساك كبيرة جدا جدا يعني انا برضو جات لحالة عاد تدور اسسباب الاساسي لقيت ان ايه عندها امساك مزمن طب هلو الحالة عندها امراض مزمنة وجالها ارتخال المهبل ده بيأثر عليها في العلاج انه بيبقى ابطأ من الحالات التانية؟ خالص خالص بيخفوا بسرعة جدا وبيحصل تحكم في عضلة الحود وفي عضلة المهبل وبيحسوها بقى في كل حاجة طبعا بنمع علاقة الزوجية اثناء فترة العليج من اول ما تيجي التعليج لحد ما تخلص عليك بيبقى ممنوع علاقة الزوجية خالص بنحتاج ان البنات تعمل التشيك على موضوع المهبل او الرحم قبل الزواج او قبل الولادة؟ لا قبل الزواج؟ مثلا انا حالتي لو ولدت طبيعي تتدمر اكتر؟ لا اول مفروض دكتور ان رأي الدكتور بقى امراض الناس اولاولاي الولادة متعسرة او حجم الراس كبير فيش ده يعزب؟ لا اولا 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 لازم يستخدم لا لا وبعدين با كمان بيدخلنا في مشاكل تانية بقى للجنين اللي هو السيربرالبولسي اللي هو السيبي اللي هو الشلال الدماغي في مقص الاكسوجين في المخ فايدخلها في مشاكل اكبر كانين ممكن يؤثر على الجنين فلو لقين ان الولادة متعسرة لا انا اش لازمة المخاطرة يعني وبعدين يعني الولادة القيصرية يعني بيت متوفرة وسهلة والناس كلها بتعرف تعملها فلين عرض الميضة للخصص؟ من قبل الختام حضرتك تكلمي السيدات المصريات والبنات ازاي يحموا نفسهم من الامرات دي؟ عايزة اقول ان انت مجرد اما تحسي بتقل اا في المهبل او كأنه حاجة سقطة منك او بدأت تحسي بسلس بولي او لاحظت خروج حاجة في قناة المهبل مش طبعية انت مش متعودة عليها تسري بالعلاج صدقوني دايما كل ما بدأنا بدري كل ما النتائج بتبقى افضل كل ما المشكلة سهلة حلها قد نوصل لنتائج افضل واحسن عايزين حررتك دايما تبقى متخصصة في المواضيع المميزة محتاجين ان احنا نتصقف في حاجات كتير فاهمانها غلط بزداد في الامراض النساء والولادة والمهبل والرحم والحاجات دي لان فيها تخصص وعايزين نعمل حلقة بقى على التشنج عايزين اقبل ما تخطي بقى دكترانيا زي ما عطيتي نصايح في مجالك عايزين نصيحة من حضرتك لشباب مصر شباب وبنات ازاي انت نجحتي وازاي هم يقدروا النجاح مش في الطب بس النجاح في الحياة العلمية والعملية نصيحة اخيرة للشباب الاكتهاد والمصابرة والصبر ولو انت عندك هدف او لو انت عندك هدف او تتنازل عنه مضاع حق وراءهم مطالب يعني اجتهد وازبروا وان شاء الله هتحققوا احلامكم وقبل اي حاجة طبعا نستعين بالله ونبعد عن اي حاجة فيها معاصي علشان في الاخر ربنا اللي نبعد دكترانيا سيد عبدالعليم فخورين بحضرتك جدا ومفصلين ان كنت معينا في ضياف القناة الحدث بشكركو يا رب دايما متفوقين واحسن ناس في الدنيا امسك في حلمك هتوصل اللي انت عايزه شوكو في حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع الجاي وملخص الكلام اشتركوا في القناة